السلام عليكم ورحمة الله في الفيديو اليوم سوف نشري الاستضافة من موقع هوستينجر وكيف ترى هذه هي الداشبورد الهوستين أو ما يسمى بالاستضافة إذا ما هو الغرض من هذه الاستضافة و لماذا سوف تشريها أول شيء لكي تساوب متجر إليكتروني سوف يخصي كل شيء سوف تخصي الاستضافة التي هي الهوستين و سوف يخصي اسم النطاق وهو الاسمية المتجر ما الذي نقول لكم هنا سوف نعطيكم واحد الأمام على المتجر في ان تتباع بخدوة ابل بحال ماكبوك ايضا اي اي فون هنا لا اريدكم معي البال فهذا عبارة عن متجر إليكتروني مصوب بالوكوميرس هنا في ان تتباع المتجر بمكبوك وايضا الايفون او لا تقدر ايضا تزيد بزاف كاتيجوري على حسب ما سوف تعمل نفترضه ان تتباع المتجر بخدوة هذا فضروري سوف تتصوب متجر إليكتروني باستخدام الوكوميرس فضروري سوف تتصوب المتجر الإليكتروني باستخدام الوكوميرس سوف يخصيك الهوستين وفي هذا الفيديو سوف نحاول شرح لكم بحالش انكم تتبعوا الهوستين ديالكم من هوستينجر حاولوا فقط انكم تتبعوا معي المراحيل باش مطحوه تفشي مشكل اذا الاخوان باش ناخدوا الاستضافة ديالنا من موقع هوستينجر سوف تذهب الى هوستينجر.com او لا سوف تذهب الى الرابط اللي سوف نجد لكم تحت الفيديو سوف تتلقى عليه ويجبكم مباشرة للصفحة الرئيسية اذا هنا من اللي تجي للصفحة الرئيسية سوف يسهبط الى تحت وهنا فينا سوف تلقى اللي بلون اللي عندهم هنا سوف تتخدم ثلاثة ديال الاختيارات إما سوف تختار الـ Premium او لا سوف تختار الـ Business او لا سوف تختار الـ Cloud Stata بالنسبة للفرق بينهم الـ Premium إذا كنت مبتدي او لأول مرة سوف تتصوب موقع إلكتروني او لأول مرة سوف تتصوب غير موقع ولا جوجة ثلاثة في العام كامل ثم بالنسبة للشنو كيعطيوك فعندك هنا الـ Performance Standard يعني مزيان عندك 100 ويب سايت عندك 100 جيجا في الـ SSD Storage عندك الـ Weekly Backup ثم بالنسبة للـ SSL Certificate فهنا كلهم كيتعطوا مع الـ Hosting بدك الثمن اللي كتخلص في الأول هنا الطبيعة الحلرة غدا يعطيوك الـ E-mail غدا يكون عندك احد الـ E-mail Professional Free وبالنسبة للـ Domain للعام اللول كيتعطى لك Fable بالنسبة للباكتاني ديال الـ Business فهنا كيعطيوه لك 3.99 دولار للشهر هنا الـ Performance كتكون شوية طالعة أما بالنسبة للمواقع اللي عندك الحق أنك تحطوهم في هذا الـ Hosting فكتب قديمة في 100 وبالنسبة للـ Storage فهنا كيزيدوك 100 جيجا بايت وبالنسبة للباكتاب فكيعطيوك Daily Backup عوض الـ Weekly يعني عوض ما يعطيوك كل أسبوع فهنا كيعطيوك يومي وبالنسبة للـ SSD والباندويت والـ E-mail فهما كيتعطوه يعني بحالهم بحال الـ Premium Plan يعني الـ Premium Plan فهو سأخذ الـ Premium سأخذ الـ Premium سأخذ الـ Add to Cart ثم سأخذك الصفحة الثانية وين سأخذ المعلومات لك وفي النسبة للـ Period إذا مثلا عندك حاليا عندك الـ Budget فهو ساعة تختار 48 شهر سأخذ 48 شهر وإذا تطيل تحت فهنا سأخذ الـ 143 نفتاريض لا تريد أن تختار 48 شهر سأخذ 24 شهر وإذا تحت فهذا هو الـ Pre الذي سيأخذ الـ الموضة كاملة هنا سأخذ الـ 12 شهر يعني عام 1 بالنسبة لهذه الدولة مع عمركم تختاروها كمام غالية لهذا اختاروا عام وإذا تحت ثم سأخذ الـ 38$ ولكن هنا إذا تحت وإخذ هذا الموضة سأخذ هذا الموضة سأخذ الـ سأخذ الـ عوض ما نخلصه 38 هنا غادي نخلصه 34 دولار في العام الأول إذن هنا ده باش نو غادي ندير من اللي كان نكون نختاري طلب بيغيوض غادي نجيل هنا وغادي نحط الإيميل باش غادي نخدم على لغة هنا بالنسبة للإيميل باش غادي نخدم هو هذا وحاولوا أنكم يعني هادو باش غادي تكريوا الأكاونت حاولوا أنكم تفيريفي واش الإيميل صحيح ثم بالنسبة يعني الباسورد نفس الشي حاولوا أنكم تفيريفي الباسورد داكوغ ديما فيرفي ومن بعد غادي نبطل تحت وغادي نختاره باش غادي نخلصه قالوا بالنسبة لي هنا غادي نخلص بالكريديت كارد هنخليها في الكريديت كارد وغادي نجيل هنا وفي السمية غادي ندير السمية ديالي مثال بالنسبة لنميغو التاليفون ما غادي نديرها وبالنسبة لكاونتشري غادي نخليها موروكو وهنا مثلا غادي ندير أغادير غا كمثال انتوما غادي ندير المعلومات ديالكم وهنا مثلا غادي ندير حاي السلام هذو رغار اكزمبل وفي الكود بوستال اغادير فيها هيا تمانين الف هلوغ هنا من اللي غادي نسالي هذه المعلومات كلهم غادي نجيل هنا وغادي نحط لكاكت ديالي ثم غادي ندير سبميت هلوغ هنا غادي نحب بصلاف فيديو باش انني ندير المعلومات يعني البانكية ديالي ونخلص وديك ساعة نوريكم الصفحة التالية او للمرحلة التالية شنو غادي نديرو فيها اذا كيف ما كاتشوفو من بعد ما خلصنا طلعت لنا على الصفحة هذي وهنا غادي نمشو غادي نكليك على اسكيب ثم غادي نجي نختار هنا كريايت حيث غادي نحاول انني نصوب الموقع من ازيرو وبالنسبة لهذا ميغريت فهناك يقصد لك بها واش ديجنتك انت دائر الموقع ديالك في شي هوستين وبغي تتحول الهوستينج لأول مرة غادي تصويب موقع ديالك او لك انت بغي تصويب موقع جديد فهنا غادي تسيلكسيوني كريايت من بعد هنا غادي نكست ونحاول انك تكليك على اسكيب ثم هنا غادي تختار دومين نيم اللي بغيت يتخدم به بالنسبة الاسم النطاق اللي غادي نخدم به اختاري هذا ماك موروكو وكيف ما كتشوفو فهناك تتعطي لي فريء لمدة تعاني يعني العمل لول ما غادي نخلص تشي حاج ثم هنغادي نسيلكسيونيه ونحن نفعل نكست وهنا غادي نحاول انني نعمر هذه الليزام فغماتي او بالنسبة الهنا غادي تخليها في بيخ تونيل وغادي تخلي الكاونتري ديالك في موروكو ثم غادي ندير نكست ستيب وهنا غادي تطلب مني نعمر هذه المعلومات وكيف ما كتشوفو ديجا كنت عمرت هذه المعلومات غادي نجيل هنا وغادي نختار اغادير او لا غادي جيوني انا فيها بالنسبة الغادرس فغادي ندير اسمار الياح سizzy السلام أعم Speak كمثال وبالنسبة للنماغة التليفون فهنا غادي نديروا النماغة التليفون ديالك طبيعة الحال هنا ما غادي ندير ندماغة التليفون ديالي وخادي ندير لكم هنا غير واحدة للكزمم Zhou ثم سوف تقوم بإمكانك الوضع كما ترى هنا سوف تقوم بإمكانكم بإمكانكم المعلومات التي تقوم بإمكانكم سوف نتقوم بإمكانكم 100% لكي نزول المرحلة التالية نظيف أيضاً وعلى الآن سوف يأتي بإمكانكم بإمكانكم سيئة سوف تقوم بإمكانكم سيئة سيئة سوف تقوم بإمكانكم بإمكانكم في المغرب سوف نختار سيرفور القريب الآن بالنسبة للسيرفور القريب كان هذا الـ United Kingdom و كان هذا الـ France كان هذا الـ Lithuania كان هذا الـ India و إنيسيا مثلا إذا ستعمل تتجهد الناس في أمريكا فحاول أن تختار هذا الناس في أمريكا و إذا ستجد أمريكا الجنوبية كان هذا الـ Brazil إذا ستجد أمريكا في أفريقيا أو أوروبا فحاول أن تختار السيرفور الذي كان هنا قريب سنحاول أن نختار الـ United Kingdom ثم سنضح ثم سنقوم بـ Next سنقوم بإقادة الـ Hosting لأينا ندذل المرحلة التالية هي أن نقوم بإمكانك المعلومات في الإيميل ثم ندذل نرى أن ننظر الـ Wordpress إذا كيف ترى هذا الـ Hosting وهذا هو السيرفور الذي اختارنا في اليوروب في اليونيتد سوف يتمشيوا الاميل لكم و ستجدوا ثلاثة دياليزيبين الاميل الأول ستجدوا الكمفرماسيون هذا ضروري يخصكم تفيريفيو هذا الاميل هنا ستقلق غير على verify ايميل ثم ستطلع لكم هذه الصفحة هذي كنت تقول لكم بليرا الاميل لكم verify هنا ستطلع لك على هذا الشكل هذا يطلع لك الهوستين ديالك والدومين نيم ديالك إلا رجعت الاميل ديالك فهنا ستجد هذا ديال الpayment يعني هنا الpayment ديالك دست ثم اخر واحد اللي هو ديال انك تفيريفيو المعلومات ديال الدومين هذا ره ضروري انك تفيريفيه إلا ما فيريفيتيش كدوز واحد لمدة وكيحيدو لك الدومين إذن هنا غضي نكليكيو على الرابط اللي يصف طولينا وهنا غضي تفاليد لنا بهذا الشكل هذا your email address has been verified successfully إذن هنا لك ساعة غضي نرجع الهوستين ديالنا هلو هنا كما كتشوفو هذا هو الهوستين ديالنا نحن هنا يلا ساوبنا الهوستين شرينا الهوستين مع الضومين نيم اللي هو هذا ودابا غضي نوريكم بحالة انستاليو فيه الورد بريس لكن قبل ما نشوفو الورد بريس بغيتكم تشوفوا معي الداشبورد كده يرى ألو هنا هادي هي الهوم بيج ديال اولا ديال الداشبورد ديال الهوستين ديالك بالنسبة لهنا فين غضي تلقى لي ويب سايتس اللي عندك ألو هنا كيفما كتشوفو يلا عندنا ويب سايت واحد ولكرا ما زال إلا دخلنا لي ما غضي تلقى شي حاجة حيتاش ما زال ما درناش الورد بريس ثم هنا هادي تلقى لهوستين اللي عندك تقدر انك تزيد بزاف ديال ماشي بالضرورة غير هذا و بالنسبة ليهز ايميل فهنا فين غضي نلقاو الاميل ديالنا وكيفما اقلت لكم هنا راك عطيكم ايميل فابور و غضي نوريكم في فيديو آخر بحالة انكم تصابوه ايميل و بالنسبة ليى فهنا فين غضي تلقوه اهم الو هادي بالنسبة الاميل اللي يلا شرينة عفوا بالنسبة للضومين نيم اللي يلا شرينة غدتلقوه هنا وهنا ردو معي الباد ضروري هذي خصت تكون اكتيفي هذي لما كانش اكتيفي اعرفوا بلير عندكم شي مشكل وحاولوا انكم تواصلوا مع السيبور من هذي وبالنسبة للVPS غدتلقوا لي VPS هذو هما الاسمينة دي الهم وغد نحاول ديلكم شي فيديو على لي VPS ان شاء الله يعني في شي فيديو اخر الغناده باشنو غد نديو غد نجيو الهوم بيج اللي هي هذي وبالنسبة للهوستين غدت مشيت كليكي على Manege هلوه هنا غدت يعطيك المعلومات على يعني الهوستين ديال répondre هلوغ اللي غد نديرو هنا غد امضي سيليكسينيوه Pamela نقل سيليكسينيو الطيد والدومين نيميلي اللي بيتخدم به ثم غدت الغبط الويب سايت وهه يا هذي وهنا غدت كليكي على Auto Installer هوغ غدت كلاكي على Auto Installer هنا غيعطيك الوبيس су plate 안에 تخدم بالWordPress ب比如 워 Coommerz جملة وهنا كي نحوا الشخص الذي سنعمل اليوم هو الورد بريس سأضع select و سأخرج لك هذه البختي هنا سيطلب منك اليميل administrator ثم هنا الـ username و الـ password و هنا اسمية الموقع اسمية الموقع هي هذه نضعها هنا و بالنسبة للـ email سأضع هذا و هنا بالنسبة للـ username سأضع مثلا اسمية الموقع اسمية الموقع أو الـ email لكي نضع الـ email ثم هنا سأضع الـ password لكي نضع الـ password هنا سأضع الـ next ثم سأضع الـ update يعني هذه الـ 0 command حاولوا أنكم لا تبدلون هذا و بالنسبة لله لا تبدلون فهنا سأضع لكم هنا سأضع الـ install هنا الـ wordpress سأضع لك في الموقع و سأضع لكم يعني الفرق ما بين هنا إذا سأضع لكم هذا الـ password سأضع لكم شريط و لكن ما زال لا ترى الـ wordpress ما الذي سأضع الـ wordpress هو هذا سأضع الـ dashboard وهذا هو الـ wordpress أو الموقع لكم كدير هذا وضعنا فيه الـ wordpress وهذا ما زال ما لا تضعنا فيه تشحاجة هنا لكي ندخل الموقع سأضع الـ dashboard سأضع الـ admin panel سأضع لها و هنا سأضع الـ dashboard الـ wordpress الـ dashboard الـ wordpress هي هذه تكون على هذا الإلاقل ت optimist الاندخل سأضع عن هذا الفرق ما بين الـ dashboard هذه هي لوحة التحكم الذي تتحكم بالموقع وهذه هي الـ dashboard حتيى تحكم بالهوستين هلو باش تفرقوا بيناتهم إذن هذه هي الطريقة باش كتشري الهوستين هذه هي الطريقة باش كتانستالي الورد بريس وفي الفيديو اللي جاي إن شاء الله غدي نحاول نوريكم بحالش تصوبوا موقع إلكتروني الإي كوميرس ونشوفوا أيضا بحالش أننا ننقدّو له الإي سي يو وفيديوهات كتار إن شاء الله إذن إلا عندكم شي سؤال فيما يخص بحالش تشري الهوستين هدا أولا فيديو اللي تفرجوا فيه خلوا لنا لي كومنتر تحت من الفيديو وغدا يتلقاوا جميع الروابط تحت من الفيديو شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء